مع أستاذ بوكر سي جاواز بغيت نسولك ميك تقول الحركة الديمقراطية على ما تصدر الحركة كي رقصد كل مرضة الديمقراطية مغيت تحصني غادي تزبدع لي الصداع لا لا بالعكس لا لا بالعكس مغيت تزبدلي الصداع لا لا باش أنا منظمك واحد وش فهمتي؟ تجد لي بحدي بقعب تجد لي التحاد الاشتراكي والحزب الحزب البيباس الاخيري يمكن ما نتفقش معاك وش فهمتي؟ لما تنعتبروا مش حركة الديمقراطية هذا الرأيي لا كل من ينادر من أجل لا يقام الديمقراطية في هذا البلاد وش فهمتي؟ لا أنا مشي بالعكس أنا مشي فخ لأنه سؤال يرا النقاش حقيقي ديال شونا هو؟ شوف أنا نقول لك واحد المسألة مرتبطة مع غنجاوبك بارتباط مع السؤال السالف اللي هو القادية ديال واللي تكلم عليه بجدية وبجودة سي خالد القادية ديال المقارنة ديال العطاء ديال الأنظمة السلطوية مع الأنظمة الديمقراطية في الحالة ديال هاد الجائحة في الحالة ديال هاد سميتوا ومرتبط بالسؤال ديال كان أقول لك أنا أقول لك أليش؟ أنا لك أنت أنا الحركات الديمقراطية وجاء الوابع وجادش كاريتة كبرى أنا من الناس اللي كانوا كيقولوا غادي تخلي الدولة ديال خدمتة أنا دك الدولة وخما كانت تقشفها لأنه الباديل وأو خم ما عنديش باديل وش فهمتي؟ أنا راهين ما عنديك ما غاديش أنا نموت نقول أو وزير الخارجي أو وزير الدقليا ما الدرج لكون فينمو هنا أو وزير هاد 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 نقدر نقدر خاصهم يخليوني ما فينكين إشكال هو نعبر على رأيه ولكن ماشي حاجة أخرى علاش لأنه ما تعتبروا أنه ملكة وصلهم المعلومات إلى آخره ولكن فينكين النقاش اللي هو خاص يكون عندنا هذا النقاش هو أنه كان عارفه أنه ملكا نقارنه الأنظمة السلطوية أو الأنظمة الديمقراطية الأنظمة الديمقراطية تعبئ أحسن لموارد دياله هاتي باش معروفة الديمقراطية على المدى الطاويل دب إحنا في النظام السلطوي بحل اللي عنا في المغرب هو واحد النظام للنظام اللي اسميته الدولة المغربية من جرائي من جرائي السياسات السوفية ومن جرائي هذا بحل واحد المريض من اللي جاء الوباء لقاها مريض ديجا ما عنده لا منظومة صحية بعقلها ما عنده علاش لأنه كانت تيراسية وكانت شفرة فمن اللي جاء الوباء أنا غديدر فينها ما أبغى أما إذا كنتي في بلاد خراب اللي عندها واحد المنظومة هذه التضامون الاجتماعي اللي عندها واحد المنظومة ترباوية اللي عندها اللي عندها هذه راح تاوم غديواجه نفس الخطر ولكن غديكون ديكسات غديكون عندهم وسائل أحسن باشي واجهوها وبالتالي المجتمع دياله ديال الدول السلطوية ولكن آنيا مليكة وقع المنظومة هذه الساعة فرامارة كان البوريس وكان الأسكار تخليهم يدروا خدمتهم غالش تبقسلهم في الطريقة تقول لي ما تدرج خدمتك إلا قل لي ما تمشيش ما تصافرش مناربات للضربدة وخامة غاديش نتفق معاه ما غاديش نصافر مناربات للضربدة لماذا؟ لأنه في هذا كل وقت الآني أنا ما عندي شي لوسائل باش نعب باش نعبأ آخرين وباش ندير الكورديناسو معاهم باش ندير معاهم اسميته التنصيق دير واحد عمليا للفائدة ديالها غاديتكون أكبر بالنسبة للمجتمع فبتلق السنتيق بذكش اللي كيقولوا لي ولكن السؤال الأعمق هو جود حويجوه أنه خاص الحرية ديالي ديال التعبير خاصة تبقى بالعكس خاصة تبقى واردة فوقت الأزمة خاصة نبقى واندوية وتاني شي هو أنه خاصة نقلسوا ونقولوا كيفاش وصلنا لهذا شي كيفاش وصلنا أنما عنا ممرضين أنما عنا صبيطارات أنما عنا هدا أجيز سيفلان أجدرتي بهذا البوتيجي أجيز سيفلان هدا تمافين غادي نوقفوا البيضة في الطاس وتمامنا شخيفين هما هموا عادفين هذين قشرة ولكن من الان هم تلعبوا على ذلك شي دياله بادابابا مش يوكفوه مخصنا شي سميتو مخصنا شي... هذا وانا تنفهم الإخوان ديمقراطيين إني انا منهم دياله ودي الله يخليك خليه يدير خدمته أنا ما عندي شي تقاف هذه الوزارة الداخلية ولكن ما عندي وعلى فكرة كان هدرو على الدولة مكين ناش الدولة ولكن وزارة الداخلية رأسنا وحد سميتو واحد المرسوم في يونيو ديال العثماني يعطاهن سورزة ديال الدار، يقوله مرة وزارة الداخلية سوف تكلف بمساعدة وزارة الصحة رسوارت تعطيه وهذه اللجنة اللي داروا لا يجب احد ياخذوا مفاق بيجي ادارة فأقضى بنشعبون وفاق بيجي ادارة لذا كان شيء مشكل رهوما رعلي المخزن رعلي المخزن اللي في الواجهة وكما تحاسبه لأنه سوف أحد الوقت يتحاسبه وخاصن عقله وعلينا ورعلي المخزن اللي دارة شي هذه الهضرر اللي كان يقول لنا سي العلامي ديال إحنا كنصدروا وغادين ديروا ودرنا فينا وهي يجد لادوزيان فاق الموجهة التانية فين كيندك دكت هدر اللي كل اللي كنا صدقنا إحنا هما أحسن بلد في العالم ولينا كنصدروا البولدان المتقدمة كنصدرهم التكنولوجيا لمحاربة الواباء فينا هو دا بغا تخبّم قش كيدوا علي هذا الشي هذا الشيء سنتحسبوا عليه والعالمي ديالهم العالمي رافلوا صدرهم مع لونق باش نذكركوا ميلا نسيتو راهو اللات التاري لأنه كنخدم في لونق وطلّوا فيهم اللي كان في لونق وبقى وغادين مللين فيهم بعد باش نذكركوا راهو مداب اللي في الوجهة وغاد يجي واحد لقيتها ديال الحساب هدي نذكركم واحد مسألة ما تشتعرف واحد سيتسميته أمارتياسان أمارتياسان دا جائزة نوبد الاقتصاد في 1998 هو اقتصادي ولكن فيلسوف نفس الوقت اشنا هي الأطروح الكبرى ديروش حالة هدي كانت عنده اللي بيابة شتعرف خدم على المجاعات في العالم واش كتشف؟ كتشف أنه ما كنتشي بلد ديمقراطي اللي كانت فيه المجاعة كتشف أنه المجاعة ما كتراش لأنه ما كنش الماكلة المجاعة تتوقع لأنه ما كنش المعلومة وفي السر أنه في نظام ديمقراطي المعلومة كتكون الموارد أو القاع أنه في المجتمعات اللي تتكون فيها المجاعة راه إلا إجلاش بديت الكم ديال الماكلة اللي كيينة في هذه البلاد راه كافية ولكن المعلومة ما كتكونش المعلومة ما كتكونش تتخبير دفاس فان أي كتاب ما كتكونش ماشي كلها وحد كيكون عنده اللجوء لذلك المعلومة باش كتكون تعبئة دير هذيك المواريد أتشاري باش نقول لك أنه الأنظمة الديمقراطية من المزايا الكبرى ديالها أن المعلومة تتكون بسيولة موجودة في المجتمع وبالتالي وكتعرف أن القرار الصائب أي قرار؟ القرار الصائب هو البناء على المعلومة الجيدة إلما إلي المعلومة ديرك ماشي هي هذي قرار منك تستخدم قرار صائب والمشكلة ديال الأنظمة السلطة والمشكلة المغرب هو أنه عندنا إشكال فهذا القدير ديال إنتاج هذه المعلومة ومن المسائل اللي تتوقع دابات ديال ديال المين أنا كن هتم بالمجال ديال الأعمال وديال المقاولاتي لآخرين ولو كيسكتوا الناس المقاولاتي كيقولوا ما تشرا ما خدمش ما كيدقاوش يهضروا معهم وكيدكرني بلا بسميته وكيدكرني بكش نوقع في تسعينات مع البصري أنه دابي لدويتي وقلت للا رأى هات سياسة لدرتورة مشياتك ما كتب كحيطك وهذا شيء خاطر لأنه ما كتبقاش القادية السياسية ديال أنا بغيت الملكية ولا الجمهورية ولا الدستور ولا هذي ولا هذي هذي يقول لنا رأى عندنا واحد المشكلة الأزمة كيفاش نقدر نحلها بالكيفية لأنجع ومليكن جي أنا كنتقدك ما كنتقدش أنت مالك ولا أنت ولا أنت وزارة الداخلية كنتقدك لأنه درتي واحد عملية اللي كتبليه مرة هذي يقول لنا ما دويش لأنه هذي من سيمة ديال السلطة وهذا الشيء اللي خاصنا من لغا يدوز هذي المسلسل هذي يدوز هذي يدوز هذي يدوز هذي يدوز هذي يدوز هذي يخصنا نتذكره تجاوب ها لأ صافر وكلام لك لك أنت بغيتين تجاوب على المسألة ديال لأنه ما شيد هو السؤال ديالك واليكين على تذرتي على الجمعيات قلت لك أناتن عطابر ومليل الأستاذة خديجة تصلت بها قلت لها واشنشارك قلت لها أنا ما عمليك نقول للجمعية المغربة للحقوق الإنسان وبغيت نذكر واحد سنقول لك علش استجاوة هذه ممكن أن تكتش في ذكرة وقت كتش صغير أنا أقول لك واحد المسألة الإخوان دي الجمعية المغربة الإنسان تنصروا يمزيان ما كانش غادي يكون لجوغنال بلا الجمعية المغربة للحقوق الإنسان وأنا غادي نقول لكم علش ما باي يدي أحد يحمل وداية؟ لأنها فيما كانت توقع شي شيء موصيبة في شيقونت زين المغرب وتنصفته صحافي ليجعل Sun suppose لخدموا ما باش عندما جنائوا شاد ما باش لحقق إن وجود الوصف دي الجمعية المغربة للحقوق الإنسان الثاني شيء أولي هدرت عليه قبيلة أرى المزيـةologique تتصوروا شيء يمكان ما هي المزيـة الجناي المغرب perd 4 أراها الكيفية باش كيجوا الناس بالموارد ديالكم القليلة وهذا وكتجيوا الانس تشوفوا تتشوفوا في الناس اللي كيجوا عندكم انسان ما تتشوفوش فيه إسلامي ولا يساري ولا ولا هادي هادي وتتعاونوا في الحقوق الانسانية ديور ربما قتصوروا شي الواقع ديالكم على المجتمع ككل لأنك تغطيوا الصورة ديال أنه المغاربة كيقدرو يخدموا بعضياتهم أنه احنا خوط ديال بالصح فمن يكيقول لك خلق المواطنة أنا بالنسبة لي لجمعيين مغربين أبقوا الإنسان والناس اللي كي ديروا العمل دياله هادي هما كي تنجولي للمواطنة هادي هما كيقول لك السلم وكيقول لك استقرار هادي هما منتجين السلم والاستقرار منتجين السلم والاستقرار ماش يوري كيش دعوا مرة وكيلوحو في الحبس ماش يوري كيش دلمعطين ونجيب وكيتكرفس عليه أنا بالنسبة لي المنتجين الحقيقيين ديال الاستقرار وديالسلم على المدى المتوسط ومدى الطاول هما الجمعيات بحل الجمعية المغربية الحقيقية الإنسان وشكرا جزيلا جزيلا للعمل التي تقوموا به شكرا جزيلا سيبوكر هذه شهادة كنا نتزوف بها جميع المناظرات المناظرية الجمعية المغربية الحقيقية الإنسان غضي نمر مباشرة لرافقة خدجع إلا درنا مراجعة لأداء الحركة الحقوقية كيفاش كيف شفيه أنت موجهة نظر ديالك والأفاق ديال النظال دياله قبل ما ندوز هذه النقطة بغت نتفعل بعض الأفكار بشكل بسيطة وشكل سريع وأن اليوم كنتكلموا على السياسة ديالدولار توجه الجائحة نحن ما زال ما أخرج نش منها نحن نرى ما زال الأرقام صاعدة وما زال القطر جاي وما زال ما يقولوش بأن كون وزارة الداخلية درت وما درت حنا غنشوفه كيف مجال سيبوكر شنو دارس مسألة الثانية إلا كانت واحد لوقيتها يعني كان الحجر الصحي تفرض وكيتخذ بناموداج ديالدولة ديال الصين ولا غيرها ففي الصين را كانت الدولة مسد على الناس ومكلفة بهم من ألفين إلى ياء كما كيقولوا يعني كانت قادة بأنها توفر شروط ديال الحجر مشي كتفرض الحجر على الناس وما قدراش تكلف بهم فيما يخص يعني المتطلبات اليومية ديالناس وشفنا يعني شي كل را طبو ما غيكون في تقرير اللي غادي خرج كيفاش أن المآسي اللي تنتجات على هاد السياسي دال الحجر الصحي اللي تدار بشكل عشوائي بدون بدائيل وبدون وقت يعني لبخيزن شارج ديالناس وكان عفو بأن الأغلبية ديالناس مغربة خدامي فلان فورمالي يعني في القطاع غير مهي كان للناس ما عندهم شراء السنسلس وحتى الناس اللي عندهم لها السنسلس حال عطاهم الدولة يعني ديال دعم باش يقدروا عيشوا إذا كان هاد الجانب هادا ثم هي اعتادت الدولة أن كل إلا تمشيت شي حاجة فالسلطة العلية للبلاد هي دارتها هي النجحات شي حاجة ما تمشيتش لأن الناس ما كانتش في مستوى لأن حتى الحكومة حتى هي كتتعتبر ماشي في المستوى إلى غير ذلك يعني هاد الخطاب حنا ولفناه وفعلاً قصوية يتواجه ويتفضح بأنه يعني كان هناك محاولة تهرب من المسؤولية ومحاولة إخفاء المسؤولية الحقيقية هي ديال المشاكل والمأسير اللي كتعيشها لبلاد في مختلف المجالات مختلف الأزمنة والفتارات إذن بالنسبة لدور ديال الحركة الحقوقية كان نظن ربما اللي غير يدير تقييم هو اللي ما مشيش فوسط هاد الحركة الحقوقية وخحنا كان نديره بعد مرات يعني لواحد تقييم واحد الانفقاد لنفسنا كتار لما يديروه يعني الناس من خارجنا ومن خارج خاصة بعدها في الجمعية المغربية حقوق الإنسان دوك بنسبة الأولين طبعاً لابد دام الإشادة بالدور ديال مشي الحركة الحقوقية بوحدها رحنا نقولنا الحركة الديمقرافية وكان نعنو بها كل مجال جواد كل من